مع الأسف لو كان هذا الشخص حسن نصر الله وأمثاله يقيمون وزناً للعراق كان ما يقومون بمثل هذا العمل هذا ناهيك عن إهاناته المبطنة حتى للمرجعية وللحوزة العلمية أنتم مادرين شايفين تبريرة أنا وصلني البيان ماله بعد ما شاف أنه يعني العراقيين انصدموا وبدأوا يعني يعني يهاجمونه بقوة سواء على مستويات قيادية على مستويات شعبية فجاء ووجه إهانة مبطنة إذا التفتتم إليها في بيانه أنه كان حزب الله يقاتل في الوقت الذي كان البعض يبحث عن جنس الملائكة ما أدري هذه التفتتولها أو لا هذه العبارة يعني يريد أن يقول أن هؤلاء العلماء اللي عندكم يعني مجغولين بالأمور التي ليست مهمة يعني أنه تعالوا نبحث الآن عن جنس الملائكة ذكورهم أم إناث وقضايا يعني من هذا القبيل في حين إحنا في الميدان الذين قاتلنا ونحن هذه إهانة إهانة للمرجعية إهانة للحوزة العلمية التي أثبتت المرجعية أنها في هذه الأزمات رغم كل الانتقادات اللي ممكن أن تكون مشروعة توجه إليها في إدارتها في سياستها لكن المرجعية هي التي حفظت العراق وهي التي أشعلت الثورة أصلا على الإرهابيين بفتواها التاريخية هذه أين نكصت المرجعية وأين نكصت الحوزة لما تطلب الأمر إعلان الجهاد على الإرهابيين في هذا الزمان إن تأخرت تأخرت لكنها ما كانت مشغولة بالبحث عن جنس الملائكة كما تزعم أنت أنت تريد أن تختزل الانتصارات كلها لنفسك وتنسيبها لنفسك ولحزبك